في إطار احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 وذكرى تولي جلالة الملك المفدى لمقاليد الحكم افتتح سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام عصر اليوم مهرجان وزارة شؤون الإعلام بمناسبة الأعياد الوطنية المجيدة في القرية التراثية بمنطقة رأس حيان في المحافظة الجنوبية وقد قام سعادة وزير الإعلام والحضور بجولة اطلع خلالها على فعاليات المهرجان التي اجتملت على العديد من الفقرات والأنشطة كعروض الفرق الشعبية والسوق الذي اجتمل على محلات ومنتجات متنوعة إلى جانب البرامج الترفيهية للأطفال والاستمتاع بأجواء القرية التراثية وما تحتويه من نماذج عمرانية دائمة تعكس مراحل مختلفة من تاريخ مملكة البحرين وبهذه المناسبة رفع سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام أسمى آيات التهاني والتبركات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد رئيس المجلس الوزراء وإلى شعب مملكة البحرين بمناسبة أعياد الوطن المجيدة سائلا المولى عز وجل أن يديم على مملكتنا الغالية الأمن والأمان وتحقيق المزيد من الرفع والازدهار في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله وقال سعادته في هذه الأيام الوطنية المجيدة نجدد فيها البيعة والولاء لجلالة الملك المفدى والسير على خطى وتوجهاته السامية نحو العطاء من أجل الوطن وأشار وزير الإعلام إلى أن هذه الاحتفالية التي تنظمها الوزارة في القرية التراثية هي مشاركة واحتفاء بمنجز وطني نعمل على إبرازه في أعيادنا الوطنية المجيدة إذ تمثل هذه القرية بما تحتويه من مرافق جانبا مهما من قصة مملكة البحرين ومسيرة تطويرها المتصلة بالإنسان والعمران على هذه الأرض الطيبة ويا فرصة متاحة للجمهور الكريم للتعرف على هذه القرية وأعرب سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام عن شكره وتقديره لكافة العاملين على إنجاز هذا المهرجان وإبرازه بما يتوائم مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية المجيدة في هذه الأجواء السعيدة والاحتفالات الجماهرية الملتزمة التي تعطي مؤشر تعاف ونجاح وأضف سعادة وزير الإعلام أن أعياد الوطن المجيدة مناسبة نستذكر خلالها الإنجازات التي تحققت في مملكة البحرين بمسيرة تنموية يقودها بكل اقتدار حضرت صاحب الجلالة الملك المفدى أياده الله والتي جعلت من مملكة البحرين نموذجا يحتذى به في مختلف القطاعات وأن تتبوأ مكانتها التي تستحقها مؤكدا على دورها الهام على المستوى الإقليمي والدولي وتمسكها بمبادئها بهوية وطنية راسخة وأوضح سعادته أننا نقدر عاليا الجهود الوطنية المخلصة التي بذلها ويبذلها فريق البحرين الوطني بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وما حققته المملكة من نجاحات خاصة في مواجهة جائحة كورونا والتي مثلت إنجازا في مواجهة أزمة صحية عالمية كان لها تأثيراتها وتدعيتها على قطاعات كثيرة وفي هذا الصدد قال وزير الإعلام نتوجه بتحية شكر وعرفان في هذه المناسبة السعيدة لكافة العاملين في الصفوف الأمامية بحس وطني أصيل معه اليوم نقطع خطوات نحو التعافي وتجسيد ملحمي تحت قيادة ورؤية حكيمة من حضرة صاحب الجلالة عاهل الولاد المفدة وبدعم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وبمساندة وتأييد مطلق من شعب مملكة البحرين الكريم هذا وتستمر فعاليات المهرجان بالقرية التراثية حتى العشرين من ديسمبر الجاري من الساعة الرابعة حتى العاشرة مساء الحقيقة الغرية التراثية هي أحد مشاريع وزارة شؤون الإعلام لتعزيز الهوية الوطنية البحرينية المشروع له أهداف كثيرة بدأ تقريبا قبل سنتين وكان يجب أن تفتتح قبل سنتين ولكن لله الحمد على كل حال كانت بداية جائحة كورونا فتم التأجيل وافتتحت الغرية على شاشة التلفزيون عبر برنامج السارية والذي يلغى دعم من سمو الشيخ ناصر بن حمد الحريص جدا على تعزيز الهوية الوطنية وكلنا نستمد هذه النظرة في الاهتمام بالهوية الوطنية من صاحب الجلالة الملك المفدع يده الله الحريص على هويتنا الوطنية ونحن في وزارة الإعلام نقوم بهذا الدور من خلال هذه القرية اللي يمكن يستفاد منها في تصوير كثير من البرامج الوثائقية أو المسلسلات والآن نحن نفتتح هذه القرية لأول مرة للجمهور الجمهور البحريني كان يتسال عن موعد افتتاح القرية للحضور سعيد بما شاهدته هناك العديد من الأسر المنتجة هناك العديد من الشباب المهتمين بتراثنا الشعبي ونحن من باب المسئولية نقوم بهذا الدور سوف تفتتح لمدة عشرة أيام بمناسبة احتفالات البحرين بالأعياد الوطنية وخلال هذه العشرة أيام سوف يكون هناك تقييم لمقدرة ومكانيات هذه القرية لاستضافة مثل هذه الفعاليات كان هناك شكر فالشكر للجنود المجهولين خلف الكاميرا هناك عدد كبير من الشباب والشابات البحرينيين اللي يعملون بروح وطنية جدا عالية ينتهزون مثل هذه الفرس لخدمة بلدهم امكانيات القرية في بدايتها كان المخطط لها لتصوير بعض الفواصل التلفزيونية وبعض البرامج الوثاقية تطورت الفكرة لدينا الآن مباني حجمها كبير تم تصوير عديد من المسلسلات الخليجية والعربية في هذه القرية خلال السنتين هناك طلب على استخدام هذه القرية ولكن احنا حارسين أكثر على أن الجمهور البحريني شاركنا اهتمامنا بهويتنا الوطنية وهذا الموروث اللي احنا في البحرين نفتخر فيه افتخر فيه لأن البحرين دائما متميزة بتاريخ زاخر فهذه فرصة ودعوة للجميع أن يشاركنا هذا الحضور وكل عام والبحرين بألف خير ما يزيد على مائة وثمانين يوما كانت كفيرة بإخراج هذه القرية التراثية في منطقة رأس حيان الواقعة ضمن حدود المحافظة الجنوبية إلى حيز الوجود بطلتها الباهية إشراف مباشر من قبل وزارة شؤون الإعلام التي حرصت على متابعة مراحل البناء لحظة بلحظة لرؤية مشروع رائد على مستوى المنطقة الخليجية والعربية تكمن أهميته بعمق أبعاده التاريخية والثقافية والفنية والاجتماعية وحتى الاقتصادية ليبرز كصرح وطنيا يحفظ للبحرين تاريخها وثقافتها ماضيها وحاضرها وحتى مستقبلها تعلمهم منه شنه تاريخ البحرين فقافة البحرين وما تعلمها الأجداد وهذا سوف ينتقل إن شاء الله إلى الأبناء والأحفاد بإذن الله يعني معلم تاريخي كبير نعتزبه وقيم فيه يعني خلاصة تاريخ إن شاء الله البحرين سوف ينتقل ويعرض بأمانة وصداقية التعليم له دور خلي نقول على جميع الأصعدة وبالتالي عندما تثمن وزارة الإعلام دور التعليم من خلال إيجاد صرح يعني بالتعليم في مملكة البحرين بين الحاضر والماضي حيث إن مدرسة الهداية الخليفية للبنين كانت ولا زالت أنقلت التعليم من الماضي إلى الحاضر فأول انطلاق للحاضر من خلال مشروع جلالة الملك الله يحفظه كانت هي مدرسة الهداية الخليفية للبنين انطلاقا من حرص وزارة شؤون الإعلام مشاركة المملكة في عيادها الوطنية وجه سعادة وزير شؤون الإعلام بقامة مهرجان في القرية التراثية بمنطقة رأس حيان طبعا المهرجان بيكون مفسوح للجمهور على مدى عشرة أيام للاحتفال بالعياد الوطنية المجيدة والمهرجان نظم مجموعة من الفعاليات متناوعة كافة أفراد المجتمع والأعمار عندنا السوق وعندنا الفرق الشعبية وعندنا عربات الطعام موجودة بعد بالإضافة للمعارض التاريخية على المملكة البحرين وفور الإعلان عن فتح أبواب القرية التراثية حتى بدأت جموع المواطنين والمقيمين بالتوافد شيئا فشيئا إليها للاستمتاع بأجوائها والتعرف على ما تحتويه من برامج ترفيهية وعروض لفرق موسيقية شعبية وعروض أخرى لمنتجات صنعت بأياد بحرينية ومأكلات شعبية يزداد الشعور بلذتها لإعدادها بذات الطريقة التي أعدها الأوائل للأمانة أول مرة أشوف الغريا ومشاء الله الغريا بوايد شيء حلو شيء يديد وشيء تراثي بالنسبة لبحرين نحن عندنا حلويات وقهوات وعندنا حلوة وعندنا كل شيء أشياء حلوة وزينة نحن نحب نشارك المعرض بايد حلو ما شاء الله المعرض مرتب والإدارة بايد حلوة كل شيء كان مجهز لنا جاهز دعوني إنها قارية مرتلول وحبيت أن أطلع التراث الأول القديم والأول شلون يعني صار وشلون جدي وهذا حندكرنا كلها التراث القديم هذا ما شاء الله كاتبوا بالبحرين وهي من السنين من قبل نحن لهؤلاء يبونه هذي بوب البحرين هناك وتغير يعني هذي الجسمة مركز الشرطة القديم الجسمة المدرسة الهدوية القديمية القديمة بعد ما شاء الله تقصوا بعد المسجد القديم والأول ردونا حق أيام ما شاء الله القديم يعني أيام اليوم أنا كنت طفلة بس أنا أتبكر أشياء روعة ذكرتنا بالماضي ماضي البحرين بتراثنا فبالعكس أهني أهني الغائمين على هالشي ذي الغارية التراثية في البحرين ممتاز حق تراثنا حق أن استمرارية التراث حق أطفالنا أن أهم يعرفون هذي تراث البحرين بطبيعها التراثي الذي يعكس الهوية البحرينية الأصيلة شرعت القرية التراثية في منطقة عسكر أبوابها أمام الزائرين من مختلف أطياف المجتمع البحريني كبارا وصغارا رجالا ونساء ممن قدموا رغبة لاستكشاف الموروثات البحرينية الشعبية بأشكالها كافة قرية تراثية تجسد عمق التاريخ التليدي لمملكة البحرين في شكلها ومضمونها وفي أسلوب قيامها ومحتوى أروقتها التي تعود بك إلى الوراء كثيرا في فترة زمنية قديمة تميزت بأصالة عادات من عاصرها وبعراقة تقاليد شعب عرف بطيبته وكرمه مشروب العافية وتفرد بلغته وتميز بنظام عيشه وفي صولاته وجولاته واجتهاده في طرق الحصول على رزقه من أجل أن يروي للأجيال المتعاقبة كيف يصنع المجد وما هو ثمن البقاء عزيزاً بين الأمم لتلفزيون البحرين محمد الشيدات